نتائج الاستفتاء سليمة وهي مثبتة في محاذر على غرار محظر مجلس الهيئة الذي انعقد قبل صدور النتائج الكلام لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بعسكر خلال مؤتمر صحفية موضحا أن التعون المقدمة من قبل حزب يافاق تونس وحزب الشعب يريد ومنظمة أناي قذة تعلقت بإشكاليات شكلية في مسار الحملة ولا تتعلق بالنتائج المضمونية للاستفتاء ولا علاقة لها بالمسوتين أو بالمشاركين وبحسب الرزنمة المتعلقة بالاستفتاء تتولى هيئة الانتخابات التصريحة بالنتائج النهائية إثر انقذاء التعون في أجل أقصاه الثامن والعشرون من أوتلجاري إلى ذلك تنتظر تونس محطة انتخابية أخرى هذا العام وهي التشريعية المزمع يجراؤها في السابع عشر من ديسمبر المقبل استنادا إلى قانون انتخابي جديد يؤسس إلى انتخابات حقيقية وفق تعبير رئيس الجمهورية وبقطع النظر عن الموعد الانتخابي المنتظر والحراك السياسي في البلاد بصفة عامة فإن تونس تواجه جملة من التحديات أبرزها اقتصادية واجتماعية في ذل مناخ محلي متسم بالانقسام وواقع عالمي متغير على مستوى هذه الأصعد بالأساس كما أن البلاد تجد نفسها خلال الفترة المقبلة أمام مواعيد هامة ستجعل منها محط أنظار العالم من دول ومنظمات ومستثمرين منها الدورة الثامنة لندوة توكيو الدولية للتنمية في أفريقيا التي تنتظم يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر أوتي الجاري تحت شعار أولويات التنمية في أفريقيا في مرحلة ما بعد كوفيد-19 فضلا عن قمة الفرانكوفونية المنتظر انعقادها بجربة في التاسع عشر والعشرين من نوفمبر المقبل وهي مواعيد يفترض أن تحسن تونس الاستعداد الجيد لها والمساعي حثيثة في ذلك وفق مسؤولها كما يفترض استغلال هذه المحطات الهامة أيضا على أكثر من سعيد سيما الاقتصادي منها فضلا عن خدمة سورة تونس بما يعكس إشعاعها ومكانتها البارزة في محيطها الإقليمي والعالمي